بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين والطهرين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته يسرنا في هذا اليوم المبارك أن نتذكر ولادة الإمام أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب عليه السلام في الثالث عشر من شهر رجل ولكن الاحتفال بهذا اليوم قد يكون احتفالا شخصيا بشخص الإمام علي وحياكت بعض القصص والأساطير حول الإمام أنه ولد مثلا في داخل الكعبة وكان هذا شيء جهزي أن أمه استغاثت بالبيت الحرام وفتح لها الجدار ودخلت في داخل الكعبة هذا طبعا شيء بعيد عن التاريخ والواقع عظمة الإمام علي عليه السلام لا تأتي فقط من صفاتها الشخصية أنه كان شجاع وكان بطل وكان إنما تأتي من فكره وعمله وسلوكه ومرة نحتفل به كشخص بالتاريخ شخص عظيم في التاريخ وانتهي الموضوع يعني ما إلا ربط بحياتنا أو بواقعنا أو بمجتمعنا وتطورنا الديمقراطية حتى ومرة لا نحاول نستكنه سر شخصيته هو كان يتميز بصفة أساسية وتاريخية يعني معروفة لدى جميع الناس العدل في تجربته في الحكم العدل ما هو سر العدل في شخصية الإمام لماذا أصبح عادلا وأصبح غيره من الحكام الظلمة طغاة ومستبدين وقتل ويتجاوزون القانون يتجاوزون الحدود الشرعية فلماذا هو التزم بحدود الله والتزم بحقوق الناس ولم يطغ عليهم ما هو السر في ذلك وما هو يعني رأيه في بناء المجتمعات لكي تصبح بهذا المستوى أن تعيش بعدل الأمر يتعلق بمسألتين بشخص الإمام بفكر الإمام يعني وليس بصفاته الجسدية أو المعاجز التي تروى حوله وكذلك في تعليماته وخطبه فبهذا المناسبة نقوم بجولة باستماع إلى الإمام أمير المؤمنين وهو يتحدث عن الحقوق وعن العدل وطبعا كما سوف ترون أن المسألة تتعلق بإيمانه بالله تعالى وخوفه من الله تعالى وإيمانه بالآخرة إيمانه بأن هذه الدنيا دار ممر وليست دار مقر ولا تسوى شيئا عند الله ولذلك لم يسعى إليها ولم يعبدها ولم يتشبث بها ولم يسحق دينه من أجل الفوز بهذه الدنيا الدنيا كانت عنده لا تساوي عفطة عنز كما يقول وأيضا سوف نستمع إلى خطبه الأخرى التي تتحدث حول حقوق الوالي والرعية يقول الإمام أمير المؤمنين والله لئن أبيته أو أبيته على حسك السعدان مسهدا وهذا حسك معروف في الصحراء جدا قاسي أو أجرف الأغلال مصفدة أجرف الأغلال مصفدة أحب إلي من أن ألقى الله ورسوله يوم القيامة ضاء إيمانه بيوم القيامة لاحظة ظالما لبعض العباد أو غاصبا لشيء من الحطام من المالي الحرام كما يفعل الحكام الظلمة والمسؤولون الذين لا يؤمنون بالله تعالى ثم يعقب ويعقول وكيف أظلم أحدا لنفس يسرع إلى البلى كفولها راح تبله هاي النفس ويطول في الثرى حلولها نعم في الأرض يعني ويقول والله لو أعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلب شعيرة ما فعلت وأن دنياكم عندي هذا دنيا عن الحكم دنيا السلطة والحكم والخلافة وأن دنياكم عندي لأهول من ورقة في فم جرادة تقضيمها شنو قيمة هاي ورقة لي الجرادة قاعد تاكلها ويقول على كفضة ظالم وخوفه من الله تعالى وإيمانه من الله تعالى هو الذي كان وراء هذا السر في التزام الإمام أمير المؤمنين بالعدل وعدم تجاوز القوانين والدنيا والسلطة كلها ما تسوي شيء عنده السلطة مسؤولية لولا أن الله أخذ على العلماء أن لا يقاروا على كفضة ظالم ما يسمحون يكون ظلم في الدنيا موجود ولا صغر مظلوم واحد جائع وإلا أنا ما كنت أجي لا أهتم بالسياسة ولا أهتم بالسلطة ولا أهتم بالحكم بعدين الإمام دائما يعني يعطي وكان يعلم الناس ويعلمنا اليوم أن الحقوق متبادلة بين الولاة وبين الرعية يعني بين الناس وبين الحكام وأن هذه الحقوق المتبادلة هي حتى الله سبحانه وتعالى أخذها على نفسه فلذلك يعني لازم يكون توازن في المجتمع بين الحاكم وبين المحكومين إذا فقد هذا التوازن لسبب ثقافي أو سبب سياسي أو سبب عسكري فرح يختل المجتمع ويسود الظلم والفساد في هذا المجتمع فالناس تمع إلى الإمام أمير ريمونين عليه السلام وهو يخطب وهذه خطبت في نهجة بلاغة بتحقيق صبح الصالح صبح 333 يقول 216 خطب هذه الخطبة بصفين أثناء المعركة يقول أما بعد فقد جعل الله سبحانه لي عليكم حقا بولاية أمركم أنصر توالي لي حق عليكم جعل الله سبحانه لي عليكم حقا بولاية أمركم ولكم علي من الحق مو فقط أن أسيطر عليكم أنتم أيضا يا مواطنون يا مسلمون يا ناس أنتم أتكم حق علي أنا أصبحت حاكم أصبحت مسؤول ويجب أن أعطيكم حقكم ولكم علي من الحق مثل الذي لي عليكم مو حق من طرف واحد من طرفين فالحق أوسع الأشياء في التواصف عندما نتكلم عن الحق يعني الناس ببساطة يتكلمون عن الحق وأضيقها في التناصف ولكن بالتطبيق واحد يكل الثاني لا يجري لأحد إلا جرى عليه مثله إلا جرى عليه لا يجري على واحد إلا جرى عليه ولا يجري عليه إلا جرى له إذا أنا عندي حق عليكم أنتم أيضا عندكم حق علي ولو كان لأحد أن يجري له الحق يعني ولا يجري عليه لكان ذلك خالصا لله سبحانه دون خلقه لقدرته على عباده ولعدلي في كل ما جرت عليه صروف قضائه ولكنه ولكنه سبحانه جعل حقه على العباد أن يطيعوه وجعل جزاءهم عليه مضاعفة الثواب تفضلا منه وتوسعا بما هو من المزيد أهله يعني حتى الله سبحانه وتعالى طلب من الناس أن يعبدوه ويطيعوه وأيضا وعدهم بالجنة والثواب ثم جعل سبحانه من حقوقه حقوقا افترضها لبعض الناس على بعض فجعلها تتكافأ ساوى يعني في وجوهها ويوجب بعضها بعضا يوجب بعض الحقوق بعضا ولا يستوجب بعضها إلا ببعض يعني مشروطة الحقوق متبادلة وأعظم وأعظم ما افترض سبحانه من تلك الحقوق حق الوالي على الرأية وحق الرأيتي على الوالي لاحظوا في بعض الحكام اليوم بعض الدول قائمة اليوم في الكرن الواحد العشرين الحاكم فقط يبين حقوقه هو ما يذكر حقوق الناس بالدستور الذي يهب الملك إلى الناس يذكر واجب عليهم الطاعة والاستماع وكل شيء أما لا يذكر أي شيء من حقوق الناس على الوالي وهذا هذا نوع الظلم ومن تلك الحقوق ما افترض سبحانه من تلك الحقوق حق الوالي على الرأية وحق الرأية على الوالي فريضة فرضها الله سبحانه لكل على كل الجميع الحكام وعلى الناس فجعلها نظاما هذه لما يصير الحقوق متبادلة سيكون نظام نظاما لألفتهم تعايشهم يعني وعزا لدينهم فليس تصنح الرأية إلا بصلاح الولاد ولا تصنح الولاد إلا باستقامة الرأية فإذا أدت الرأية إلى الوالي حقه وأدى الوالي إليها حقها عز الحق بينهم الحق يعني يحترم عز الحق بينهم وقامت مناهج الدين واعتدلت معالم العدل وجرت على أذلالها السنن فصلح بذلك الزمان وطمع في بقاء الدولة ويئست مطامع الأعداء وإذا غلبت إذا بالعكس وإذا غلبت الرأية واليها أو أجحف الوالي برأيته يظلم الناس اختلفت هناك الكلمة وظهرت معالم الجور وكثر الإضغال في الدين بعد الدين يصير لعبة بين الناس وتركت محاج جسنا فأومل بالهوى وأطلت الأحكام وكثر تعلل النفوس يعني فساد النفوس فلا يستوحش لعظيم حق أطل الناس بعد حقوق مهدورة والناس لا يهتمون بها لا يعني يبالون ولا لعظيم باطل فئل حاكم يكون بالظلم والناس لا لا يبالون أيضا فهناك تذل الأبرار وتعز الأشرار وتعظم تبعات الله سبحانه عند العباد يستخلص الإمام عليه عليه السلام من ذلك فيقول فعليكم بالتناصح في ذلك وحسن التعاون عليه فليس أحد وإن اجتد على رضا الله حرصه وطال في العمل اجتهاده ببالغ حقيقة ما الله سبحانه وأهله من الطاعة له يعني مهما واحد كان يدعي نفسه أو يشوف نفسه أو هو في الواقع هذا إنسان متقي ورق آلم محب للدين هذا أيضا عنده واجبات وعنده مسؤوليات وطال في العمل اجتهاده ببالغ حقيقة من الله سبحانه وأهله من الطاعة له ولكن من واجب حقوق الله على عباده النصيحة بمبلغ جهدهم قدر إمكانهم لازم ينصحون الرعية والتعاون على إقامة الحق بينهم هذه الصباح التي يجب أن تتوفر فينا الآن والتعاون على إقامة الحق بينهم وليس مرؤ وإن عظمت في الحق منزلته وتقدمت في الدين فضيلته كان مجاهد كان مناظل كان عالم فقيه مجتهد مرجع أي شيء كان بفوق أن يعان على ما حمله الله من حقه يعني مو أن يقول أنا خلص أنا اللي أفتين فقط وأنتو ما خلصكم بي فقط عليكم الطاعة إمام أنا يقول لا أي واحد ماهما كان عظيم عنده نضالات وجهادات هو أيضا ممكن واحد يعاونون الناس الآخرين لازم يعاونون وهو يقبل معونة الناس له وليس هذا بفوق أن يعان على ما حمله الله من حقه ولا امرع وإن صغرته النفوس واقتحمته العيون قد يكون ما يكون واقعاً هكذا ولكن أحد إنسان بسيط قارولي مثلاً أو عامل أو يعني عند مهنة بسيطة أو مستوى بسيط الناس يحكروا واقتحمته العيون ولا امرع وإن صغرته النفوس واقتحمته العيون يعني ما اتم فيه بدون أن يعين على ذلك أو يعان عليه حتى هذا إنسان البسيط العادي مو أنه هذا ما إلى حق أن يجي يشارك في الحملية السياسية في الحياة في الحياة الاجتماعية في الأمم معروف أنها المنكر أي إنسان مهما كان فمن حقه يقول هذا ليس بدون أن يعين على ذلك أو يعان عليه إما هو يعاون الآخرين فالناس كلهم متساوين في هذه اللحظة قام رجل فأجابه رجل من أصحابه بكلام طويل يكسر فيه الثناء عليه ويذكر سمعه وطاعته له أنه إحنا أنت الإمام أنت الكذا مثل ما يشوفون الآن بعض الناس يدهم صفة مدح الحكام وإن كان يستحق الحاكم مثل الإمام أمير الأممين عليه السلام ولكن يشوف الإمام كيف جواب جواب حتى يسوي موازين بالمجتمع موازين للعدل وإقامة الحق مو فقط إقامة العدل متعلقة بشخص الحاكم فقط إنما بثقافة المجتمع وهذه ثقافة هو الإمام كان يكرسها كان يكرس ثقافة التوازن السياسي في المجتمع فقال عليه السلام إن من حقي من عظم جلال الله سبحانه في نفسه يخاف الله يعني وجل موضعه من قلبه مكان الله صار جليل في قلبه أن يصغر عنده لعظم ذلك كل كل ما سواه كل شيء بعد ما يشوف قدام الله لا شيء أمام الله تعالى وإن أحق من كان كذلك لمن عظمت نعمة الله عليه ولطف إحسانه إليه اللي هم مثل حكام المسؤولين اللي الله يرفعهم في المجتمع فإنه لم تعظم نعمة الله على أحد إلا ازداد حق الله عليه أيضا كلما مسؤوليتك ترتفع كلما أنت الله يطالبك أكثر كلما مكانتك ترتفع كلما مسؤوليتك تكسر أكثر وإن من أسخف حالات الولاد عند صالح الناس أن يظن بهم حب الفخر أنه أنا أتولى مسؤولية أو منصب أندي فخر هذا خطأ الناس يفكرون هكذا ويوضع أمرهم على الكبر أنه صعر كبير عظيم بعد خلاص لازم من تقرب من عنده وقد كرهت أن يكون جال في ظنكم أني أحب الإطراء واستماع الثناء ولست بحمد الله كذلك ولو كنت أحب أن يقال ذلك لتركته إنهطاطا لله سبحانه عن تناول ما هو أحق به من العظمة والكبرياء أنا حتى لو كنت أحب أنا ما أحب أساسا ولو كنت أحب هذا الشي لتركته إنحطاطا لله تعالى وربما استحلى الناس الثناء بعد البلاء كانتهم ورأيهم صعبة والآن يشوفون وضع صار أحسن فيقومون يمدحوني فلا تثنوا علي بجميل ثناء لإخراج نفسي إلى الله سبحانه وإليكم من البقية في حقوق لم أفرغ من أدائها وفرائض لا بد من إمضائها أن خلوني أشتغل خلوني أعمل لا فقط سألون مديح في غير محله فلا تكلموني بما تكلم به الجبابرة ولا تتحفظوا مني بما يتحفظ به عند أهل البادرة خلي سلوككم معايا ومعاملتكم معايا معاملة عادية مو مثل معاملتكم مع الملوك والطغاة والظالمين تخافون تتكلمون معاهم أي كلمة ولا تخالطوني بالمصانعة ولا تظنوا بإستثقالا في حق قيل لي إذا فتشيع مسألة معايناتكم تجون تقولوا لي ياها أنا ما أستثقل أنا مستعد أستمع لكم يعني ولا التماس إعظام لنفسي فإنه من استثقل الحق أن يقال له أو العدل أن يعرض عليه كان العمل به ما أثقل عليه إذا هو ما مستعد يستمع الحق فكيف يعمل به بعد فلا تكفوا عن مقالة بحق شوفوا شلون ده يؤمر الناس فلا تكفوا عن مقالة بحق أو مشهورة بعدل إذا عدتكم أي ملاحظة أي نقيد أتفضلوا أنا مستعد أستمع لكم فأني لست في نفسي بفوق أن أخطئ ولا آمن ذلك من فعلي أنا أنا ممعصوم إيمان علي يعلن أمام الناس أنا ممكن أخطئ أو أخطئ فأنتوا تعالوا سلحوا لي إذا شفتوا شيء فأني لست في نفسي بفوق أن أخطئ ولا آمن ذلك من فعلي إلا أن يكفي الله من نفسي ما هو أملك به مني فإنما أنا وأنتم عبيد مملكون لرب لا رب غيره يملك منا ما لا نملك من أنفسنا وأخرجنا مما كنا فيه إلى ما صلحنا عليه فأبدلنا بعد الضلالة بالهدى وأعطانا البصيرة بعد العمل إذا كان الإمام أمير المؤمنين يطالب شعبه بأن ينظر إليه هكذا ويعامله هكذا وهو الإمام العادل المؤمن بالله تعالى فماذا نفعل نحن مع مسؤولينا وحكامنا وأمرائنا هل يجب أن ننظر إليهم أنهم هؤلاء وحتى مراجعنا لا يجب أن ننظر إليهم نظرة تقديس بالغ أكثر من لازم ولا أن هؤلاء معصومون لا يخطؤون هذا مرجع عالم يفتهم ثم ماذا يعني هو إنسان عادي مثلك فلا يجب أن ننظر إلى المسؤولين والقادة والزعماء نظرة نظرة التقديس وأنه هؤلاء معصومون حتى نستطيع أن نحافظ على توازننا توازن المجتمع مع القادة والزعماء وبالتالي تكون عملية النقد والتصحيح والنصح والإرشاد والأمر المعروف والنهار المنكر هذا عملية متبادلة مو من طرف واحد مو فقط هو الزعيم الذي يأمر وينهى ويسوب ويشتم والناس ما لمحق الاعتراض أو حق وتوجيه النصح أو الإشارة عليه هكذا يتحقق العدل في المجتمع عندما تكون عملية السياسية متوازنة الناس يحترمون أنفسهم ويحترمون دورهم ويقومون بواجبهم تجاه الحاكم والحاكم أيضا مؤمن متقي وراء عدل ويحترم حقوق الناس ويتحقق العدل هذا شوفوا هذه الثقافة ثقافة الإمام أمير يمومي عليه السلام عندما احنا نأخذها ونستفيد منها في واقعنا اليوم في حياتنا اليوم ما ننظر إلى الإمام أمير المؤمنين أو لأي أحد من الأمة نظرة ذاتية فقط هل وأنه كان وأنه كان كذا أو حتى نتبادل مثلا تهاني المهم أنه نتعلم من الإمام الأمير المؤمنين ونطبق كلاما وسواء كنا حكاما أو محكومين حتى نستطيع أن نبني المجتمع بشكل سليم وإن شاء الله نشاء الله أن يوفقنا إلى الاهتداء للعمل بما أراده الإمام أمير المؤمنين عليه السلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر